السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الرابع الابتدائي عندي الفصل السادس القسمة الاختبار القبري أولا يقول استعمل النماذج لأجد ناتج القسمة أولا ثمانية تقسيم أربعة اعتيها دي انتو محافظين جدول الضرب واللي ما حافظ جدول الضرب يطلع ثمانية ويقسمها على أربعة يطلع لكم اثنين اثنين واحدة وعشرين تقسيم ثلاثة بها سبعة لأن سبعة في ثلاثة واحدة وعشرين ستة وثلاثين تقسيم ستة بها ستة لأن ستة في ستة ستة وثلاثين هنا يقول استعمل الطرح المتكرر لأجد ناتج القسمة فينقول التسعة ناقص ثلاثة تسعة ناقص ثلاثة هذه راح أسويها بالورقة يلا عيني تسعة تسعة هذه أربعة تسعة ناقص ثلاثة يساوي أنه هو يريد استعمال الطرح المتكرر فش أقول؟ هنا أقول تسعة ناقص ثلاثة يساوي ستة وستة ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة وثلاثة ناقص ثلاثة يساوي أنه صفر إذن هذا يسمى استعمال الطرح المتكرر إذن أقول تسعة ناقص ثلاثة يطلع لنا ثلاثة تسعة تقسيم ما هو ناقص تسعة تقسيم ثلاثة يطلع لنا ثلاثة هذا يسمى استعمال الطرح المتكرر لأجد ناتج القسمة خمسة خمسة وعشرين تقسيم خمسة أما هتأسويها خمسة وعشرين ناقص خمسة عشرين عشرين ناقص خمسة خمسة عشر خمسة عشرين ناقص خمسة هذه عشرة وهذه واحد خمسة عشرين ناقص خمسة بها عشرة يعني بيها عشرة إنه بعشرة ناقص خمسة بيها خمسة خمسة ناقص خمسة بيها صفر يعني الحد ما تطلع لك صفر إذن تتركها إذن خمسة وعشرين تقسيم خمسة بيها خمسة تمام هذا استعمال الطرح المتكرر زي النقطة السالسة 42 تقسيم سبعة 42 تقسيم سبعة أقولي 42 ناقص سبعة هذه 12 وهذه 3 12 ناقص سبعة بيها خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين ناقص سبعة هذا 15 وهذه 2 وستعش ناقص سبعة بيها 28 28 ناقص سبعة بيها 21 21 21 ناقص سبعة 21 ناقص سبعة بيها 4 14 14 ناقص سبعة بيها 7 إنه 7 ناقص سبعة بيها 0 إذن 42 تقسيم سبعة بيها 6 يعني 6 عمليات سويت وهذه 1-2-3 وهذه 1-2-3-4-5 شوفوا يا ماما وسنجي على أكتب حقائق الضرب والقسمة المترابطة في كل مما يأتي ثلاثة في ستة ثمنتعش شاقول أقول ستة في ثلاثة ثمنتعش شوفوا حقائق الضرب والقسمة المترابطة يعني يعني نضرب مثلا ثلاثة في ستة ثمنتعش أقول ستة في ثلاثة ثمنتعش إنه بقول ثمنتعش تقسيم ثلاثة ستة معي أقول ثمنتعش تقسيم ثلاثة 24 في 2 يساوينا 48 أقول 2 في 24 يساوينا 48 2 في 24 يساوينا 48 هسأ يقول 48 تقسيم ثنين ثمانية تقسيم اثنين بها 24 وبعدين شا اقول اقول 48 تقسيم اثنين 24 وانقول 48 تقسيم 4 اجد بها بها 2 هذا الناتج 36 تقسيم 4 يساوى 9 اقول 36 تقسيم 9 يساوى 4 اقول 4 في 9 يساوى 36 اقول 9 في 4 يساوى 36 تمام هذه حقائق الضرب والقسمة المترابطة 10 35 تقسيم 7 فيها 5 5 في 7 35 42 اي عدد اضربة يطلع لنا 7 تقسيم 6 هنا 40 تقسيم 5 بها 8 لان 5 في 8 40 63 تقسيم 9 بها 7 72 تقسيم اي عدد يطلع لنا 9 بها 8 وانا 81 تقسيم 9 بها 8 تقسيم 9 تقسيم 9 72 72 تقسيم 9 بها 8 لان 8 في 9 72 72 72 فهذا 72 فهذا 72 تمام هذا 72 زي حسنا نجى اجد ناتج القسمة 24 34 3 بها 8 دعني نقسمها بالكتاب بالقصد بالدفتر يا الله 24 تقسيم 3 24 تقسيم 3 بها 8 8 فيه 34 00 إذا نجد هنا ثمانية أربعة وعشرين ثمانية وربعين تقسيم ستة ثمانية وربعين بها ثمانية ثمانية في ستة ثمانية وربعين لا يحتاج لها ستة وثلاثين بها أربعة أربعة في تسعة ستة وثلاثين صفر صفر تمام هسة قدي أربعين تقسيم خمسة أي ثمانية ثمانية في خمسة وأربعين ثلاثين تقسيم ستة به خمسة خمسة في ستة ثلاثين أربعة وستين تقسيم ثمانية أكبر أو أصغر 20 تقسيم 4 20 تقسيم 4 بها 5 وال5 أصغر من ال6 36 تقسيم 4 بها 9 التسعة تساوي 9 72 تقسيم 8 72 تقسيم 8 بها 9 وال9 أكبر من ال7 11 تقسيم 3 بها 5 وال5 أصغر من ال6 تمام ها عيني اذا هسا عندنا اكتب حقائق الضرب والقسمة المترابطة لثلاث أعداد اختارها لنا زي يعني اش نكتب مثلا مثلا اي عدد اكتبه اقول اقول الثموة 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 والثموانية والتسعة اكتب حقائق الضرب المترابطة يعني حقائق الضرب والقسمة ها عيني يعني اي عدد انت تختاروه اي عدد انتم تختاروه خلينا نختار العدد احنا مثلا اعنفو هسا هذي اه مثلا الستة في ثلاثة ثمنتعش ثلاثة في ستة اه ثمنتعش بعدين لنقلون ثمنتعش تقسيم ثلاثة بها ستة بعدين لنقلون ثمنتعش تقسيم ثلاثة بها ثلاثة هذي افوا هذي الثموانية والتسعة هذي خلنا امسحها حتى ما تقربطون هذا دعنا نعيد لكم هذا 6 في 3 18 3 في 6 18 تقسيم 3 6 و 18 تقسيم 6 يساوي أنه 3